اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصاديان وقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين حاكم مصر في لبنان يقول ان المصارف غير القادرة على زيادة رأس مالها حتى شباط فبراير سيتعين عليها الخروج من السوق سوريا وايران تتفقان على تمثيل التعاون في مجالات الاسكان والكهرباء والموارد المائية والنفط وفي النشرة ترامب يتوعد شركات التي تنوي مغادرة الولايات المتحدة اهلا بكم وصلت اولى سفن الجسر البحري المصري لنقل مواد البناء واعادة الاعمار الى العاصمة اللبنانية بيروت وهي تحمل على متنها 152 طن من الزجاج المقدم من اتحاد الصناعات المصرية للمساهمة في ترميم الخسائر المترتبة على انفجار ميناء بيروت البحري وكان سبق وارسلت مصر 16 طائرة عسكرية نقلت مئات الاطناء من المساعدات الطبية والمواد الغذائية والاغاثية واقلت ايضا اطباء مصريين للمساهمة بجهود علاج مصابيل انفجار والمرضى الذين يعانون امراضا مختلفة اوضح حاكم مصري في لبنان رياض سلامة لبكالة ريترز ان المصارف اللبنانية غير القادرة على زيادة رأس المال بنسبة 20% حتى نهاية شباط فبراير المقبل سيتعين عليها الخروج من السوق من خلال اعطاء اسهمها الى البنك المركزي سلامة قال في اتصال هاتفي مع ريترز انه لا يستطيع التكهن بعدد البنوك التي قد تغادر من اصل نحو 40 بنكا لبنانيا واكد ان الودائع ستصان لان البنك المركزي لن يكون في وضع افلاس بحث الرئيس المكلف تشكيل الوزارة في سوريا حسين عرنوس مع معاون وزير الدفاع الايراني ابراهيم محمود زادي سبل تعزيز التعاون في مجالات البناء التحتية والاسكان والكهرباء والموارد المائية والنفط والتعليم وبحسب وكالة الانباء السورية الرسمية السانا اكد عرنوس اهمية استمرار العمل المشترك للوصول بالعلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية الاستراتيجية ايضا في سوريا تبرذ مشاركة النساء في ريف حلب الشمالي بدورة العمل والانتاج في محاولة منهن لزيادة دخل الاسرة في ظل اوضاع معيشية صعبة سببها الحصار الاقتصادي وفقمها انتشار وباء كورونا تضع رشيدة لمستها الاخيرة على الثوب الذي جهدت في صناعته خلف ماكينة الخياطة التي اعتادت العمل عليها لاكثر من ثمان ساعات يوميا في بلدتها تلقرح الارمالة الثلاثينية وام الاربعة اطفال امتهنت الخياطة وتصنيع الالبسة بعد خضوعها لدورة تدريبية مدتها ثلاثة اشهر هدفها تمكين النساء ومساعدتهن على دخول سوق العمل في ريف حلب الشمالي ورشة الخياطة هذه تمثل طوق نجاة لنساء كثيرات بعدما ابدينا رغبتهن بالعمل والانتاج لمحاربة الفقر والحاجة هنا يعملن لكسب قوط يومهن واعالة الاسرة تقريبا عدد النساء العاملات بالورشة بطلعوا عشرين بس بسبب ظروف الكورونا والحجر اللي انفرض يعني شوي شوي يعبدوا يعني قسمنا العمل بين النساء ولاحظنا انه بسبب الاسعار المنخفضة حتى من برع صار في طلب ورغبة انه يجوا على المخيم انه يخيطوا او يشتروا لأماش تشمل ورشة العمل تصنيع الالبسة والاغطية وتطريز الاقمشة لبيعها باسعار مقبولة تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للعاملات والزبائن على حد سواء هذه الظروف التي فرضها الحصار والعقوبات الغربية على كامل ريف حلب الشمالي يفاقمها انتشار وباء كورونا وصف الرئيس الموريثاني السابق محمد ولد عبد العزيز لجة التحقيق التي ألفها البرلمان لتحقيق في فترة حكمه بانها لجنة مكلفة بتصفية الحسابات وبتشويه سمعته بوصفه رئيسا سابقا وفي مؤتمر صحفي في المكشوت قال ولد عبد العزيز ان اللجنة البرلمانية كانت مكلفة باختلاق ملفات غير صحيحة نافيا ان يكون ضالعا في اي عمليات فساد واشار الى انه عمل طوال فترة حكمه على محاربة الفساد لكن المفسدين عادوا من جديد ويريدون الانتقام تعهد الرئيس الامريكي دونال ترامب بفرض رسوم على اي شركة تغادر الولايات المتحدة لخلق وظائف في الخارج وذلك في حال اعادة انتخابه رئيسا للبلاد وقال ترامب ان الهدف هو التأكد من ان الشركات والوظائف ستبقى في امريكا خلافا لاجندة جو بايدن التي عنوانها صنع في الصين وفق تعبير ترامب ويذكر ان ترامب كان قد هدد في ايار مايو الماضي بفرض ضرائب جديدة على الشركات الامريكية التي تنتج سلعا خارج الولايات المتحدة زاد انفاق المستهلكين الامريكيين باكثر من المتوقع في تموز يوليو وعزز التوقعات بانتعاش قوي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث رغم ان قوة الدفع قد تنحسر مع استمرار جائحة كوفيد-19 وتبدد اثر التحفيز المالي التحفيز واوضحت وزارة التجارة الامريكية ان انفاق المستهلكين يمثل ما يزيد عن ثلثين نشاط الاقتصادي الامريكي زاد واحدا وتسعة اعشار في المئة الشهر الماضي بعد ان قفز ستة وعشرين في المئة في حزيران يونيو قال الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ان خطط التعافي الاقتصادي التي سيعلن عنها الاسبوع المقبل ستكون برنامجا لمدة عشر سنوات وسوف تحقق النمو الاقتصادي وتعزز الامن الاجتماعي حتى عام 2030 ماكرون قال انه سيتم توفير 15 مليار يورو في خطة الانعاش الموسعة وسوف تستخدم في دفع قدرة المؤسسات الفرنسية على الابتكار والتطوير واعادة توطين الصناعات في الداخل قالت المستشارة الالمانية انجلا ميركل ان بلادها تستطيع تحمل تكلفة جميع التدابير التي جرى الاتفاق عليها للمساهمة في تخفيف تبعات الاقتصادية لوباء كورونا ميركل قالت ان الاتفاق على الاجراءات الاقتصادية المنسقة داخل الاتحاد امر شديد الصعوبة لانه لا يمكن التكهن متى ينتهي الوباء واكدت ان من حق بقية دول الاتحاد الاوروبي الاستفادة من برامج الانقاذ المالي تقرير منظمة اوكسفام يظهر ارتفاع ثروة اصحاب المليارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى عشرة مليارات دولار منذ بدء جائحة كورونا حقق واحد وعشرون مليارديرا من الاكثر ثراء في الشرق الاوسط وشمال افريقيا منذ بدء انتشار وباء كوبيل 19 ارباحا بنحو عشرة مليارات دولار ايضا في المبلغ المطلوب لاصلاح الاضرار التي خلفها انفجار مرفأ بيروس بحسب تقرير جديد لمنظمة اوكسفام واستندت المنظمة في استنتاجاتها حول زيادة ثروات اصحاب المليارديرات على تتبع ثروتهم باستخدام موقع فوربس الذي يشير الى التغير اليومي في حجمها وذكر التقرير ان الوباء عزز لا مساواة في المنطقة حيث ان 45 مليون شخص قد ينحدرون الى الفقر الوباء كشف عن التفاوت العميق والفشل الهائل في الانظمات الاقتصادية في المنطقة ما ترك الملايين من الناس من دون وظائف او رعاية صحية او اي نوع من الضمان الاجتماعي ومكن ثروات اصحاب المليارات من الارتفاع باكثر من 63 مليون دولار يوميا منذ بداية الوباء وافترضت المنظمة انه لو كان قد تم في لبنان ادخال ضريبة تضامنية على الثروة الصافية بمعدل 5% فقط لكان من الممكن تحقيق 3 مليارات و700 مليون دولار من الارادات ولو قام الاردن ولبنان ومصر والمغرب بحسب التقرير بفرض ضريبة على ثروات الاثرياء بنسبة 2% اعتبارا من العام 2020 لكانت هذه البلدان قد جمعت 38 مليار دولار من عائدات الضرائب وبسبب السياسات التقشف تم اهمال القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم لصالح القطاع الخاص واجدت الحكومات نفسها بدون اي نساحة مالية للاستجابة للجائحة ومساعدة الفقراء وبحسب التقرير فانه لو طبقت الحكومات ضريبة على الثروات الصافية لكانت استطاعت فعل المزيد ولما كانت قد فضلت الشركات والاثرياء على حساب الاسر ارتفعت اسعار النفط وعوضت خسائر محدودة في الجلسة السابقة ووصلت العقود الاجلة لخام برينت الى اكثر من 45 دولارا فيما وصلت العقود الاجلة الخام الامريكي الى 43 دولارا من جهة اخرى ارتفع الذهب نحو 1% في موازات تراجع الدولار وبلغ سعر الانصة في المعاملات الفورية 1946 دولارا ويستفيد الذهب عادة من اسعار الفائدة المنخفضة لانها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الاصفر الذي لا يدر عائدا وتضغط على الدولار بهذا الخبر نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوت نت باللغتين العربية والاسبانية شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة